بس فيه ناس ما بيتحركوش خالص ودي بجد تبقى مشكلة علشان حتى الدورة الدموية في جسمهم صح ولا ولا انا بقول كلام لا انت بتقولي صح جدا بس انا شايف ان الكسل ده يعني حتى يعني يعني الكسل ده هو يعني ايه كلمة كسل وكمان بيجيب طاقة بيجيب طاقة سلبية مش كده طبعا بيجيب طاقة سلبية لان كنت تبقى انت قاعدة لان الكسل بيجيب كسل بيجيب كسل بيجيب خمول طب اسألك سؤالي يا حسابي ممتجيش مثلا في الويك انت بتاعك اجستك ده انت عايز ترتاح فيها صحابك يكلبوك يلا احنا عايزين ننزل مش بتكسل ان انت تخرج دي ما اسمهاش كسل اسمها راحة ما اسمهاش كسل فيه فرق فيه فرق ما بين الراحة وفيه فرق ما بين الكسل ايه راحة يا حسابي انت كماني الراحة انه انا انه انا من يوم الحد مكسل مكسل تنزل علشان الدنيا سقعة جو برد مثلا الدنيا حر هتنزل وتفتحك كسة عربية والرموت بعيدة عنك فبتطلب من حد ان هو يجيبه لك او يقلبك في الخناك او تجيبه بطريقة بابا طبعا احنا بنتشغل مع شون ما نقوم طيب خليني اقول لكم على حاجة فيه فرق ما بين الكسل والعجز والراحة ايه الفرق ما بين الكسل والعجز والراحة العجز ان انا ابقى عايز اعمل الحاجة ومش قادر لا مش مش قادر العجز ان انا عايز اعمل الحاجة انا جسمي مش مساعدني عندي مشكلة انا فيه حد عنده مشكلة جسدية او حد او نفسي اعمل الحاجة بس ما معيش فلوس فده اسمه عكس انه انا ما معيش الحاجة عشان اعملها احنا دلوقتي مش بنتكلم في فلوس بالضبط احنا بنتكلم في الاعداد اه الكسل بقى الكسل انه انا عندي القدرة كويس قوي ان انا اقوم انقل الكباية من مكان لمكان او اقوم اعمل شور بس انا مكسل او ان انا بسوف او ان انا اسمها التسويف اللي هو ايه ان شاء الله بأعمل باذن الله بأعمل ودي اخطر حاجة في الدنيا انك انت النهاردة طول ما انت قاعدة هعمل 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 هتلاقي ناس كلها من حواليك عمالة بتجري وانتي كسلينة طب انا كسلينة لحد امتا كسلينة لحد ما اوصل لايه يعني انا قاعدة على السرية وهجيب كسل كسل وبعد كده على فكرة يعني انا مش بدخل في الحتة دي بس هو الكسل ده حاجة من الشطاء فعلا علشان كده الرسول استعايز قال اللهم اني عاوض بيك من العجز والكسل ẩn